أهلا بكم وهذا اللقاء الجديد الذي نكون فيه وإياكم في هذا اليوم لنتحدث عن دور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة هذا الدور الهام في إيصال الرسالة الفلسطينية لجهة التضامن مع قضية شعبنا من خلال مؤسسات وفعاليات مختلفة ولألاء الصوت الفلسطيني في مختلف القضايا إضافة لحفظ الهوية والتراث الفلسطيني في المحافل المختلفة معنا اليوم ضيفينا في الستوديو لذين نرحب بهم سيد دياب أمين مصطفى أهلا بك أحد مؤسسي ورئيس مجلس أمنا مركز الجارية الفلسطينية الأمريكية في ولاية نيوجيرسي أنت من بلدة مخماس أيضا في رام الله أهلا وسهلا فيك أستاذ دياب ومعنا أيضا سيد شكري طه عضو مجلس وطني عن أمريكا ورئيس سابق لجمعية دير دياب الخيرية وأنت من بلدة دير دياب أهلا وسهلا بكما في هذا اللقاء الخاص سنتحدث في عدة محاور ونبدأ سيد دياب بعملكم في الجالية الفلسطينية ومن خلال الجهات التي تنضون خلفها في العمل على عدة مستويات إن بدأنا بطبيعة العمل الذي تقومون به على ساحة الأمريكية كيف تلخص هذا العمل بداية؟ بداية شكرا لك أخت ضحار شكرا لتلفزيون فلسطين على استضافتنا اليوم وشكرا للتغطية الدائمة التي تعملها تلفزيون فلسطين للنشاطات والحراك الذي يتم في الولايات المتحدة الأمريكية أنا حاليا رئيس مجلس إدارة مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية في ولاية نيجيرزي وفي مركز الجالية الفلسطينية نؤمن بخلق الإنسان الناجح في نفسه المتفاعل مع جاليته ومجتمعه والمحافظ على هويته وتراثه ونعمل مع جميع المؤسسات المتضامنة والمؤسسات الفلسطينية التي تعمل للقضية الفلسطينية في الساحة الأمريكية سيد شكري أيضا نبدأ عن طبيعة العمل من ناحية دعم القضية الفلسطينية وخاصة عندما نتحدث عن الجمعية التي كنت عضوا فيها أيضا ما الأهمية أيضا في دور الجالية اليوم في دعم الرسالة الفلسطينية شكرا لأخت ضحى على هذه الإصدافة ومسائل خير وفي أخونا تفزيون فلسطين كمان موظم الجمعيات الفلسطينية في أمريكا مبدأي أنا كنت رئيس سابق لجمعية دير دبوان وجمعية دير دبوان كانت جمعية خيرية بس في نفس الوقت كانت تتعاون مع جمعيات فلسطينية أخرى تعمل على نشاطات سياسية داخل أمريكا في بعض الولايات طبعا عدة أمور كانت الجمعيات تتعمل عليها على الساحة الأمريكية بس من أهم الأشياء اللي كانت نتعامل عليها على الأقل في مجلس الفلسطيني الأمريكي الجمعية للأسسات قبل عدة سنوات أنها نقل الصورة الفلسطينية على أرض الواقع الأمريكي نقل المعاناة للشعب الفلسطيني للساحة الأمريكية وتغيير الرأي العام الأمريكي من الشعب الأمريكي وأرضه من الحكومات أو من أشخاص في مواقع أساسية في الحكومات الأمريكية وهي أهم شيء نقل الصورة والتعاطف معنك من ناحية إنسانية وسياسية للشعب الفلسطيني عند هذه النقطة أستاذ دياب ما يتعلق اليوم بنقل الصورة الفلسطينية مستجدات القضية وما يحصل على الساحة الفلسطينية الإجراءات التنكلية بحق الشعب الفلسطيني هذه الجزئيات كيف يمكن أن تنقل من خلال الجالية للفئات التي تعملون معها على الساحة الأمريكية نعم بداية نحن كجالية فلسطينية في أمريكا نعتبر نفسنا أن نحن أصحاب القضية نعتبر نفسنا أن نحن سفراء لفلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية لا نعتبر نفسنا مجرد متضامنين مع القضية الفلسطينية ولكن نعمل مع جميع المتضامنين للقضية الفلسطينية مثلا في مركز الجالية الفلسطينية نعمل على تنظيم الشباب والصبايا تنظيم طلاب الجامعات في النشاطات التي يقومون بها نقوم بالتعاون مع جميع المؤسسات التي تعمل للقضية الفلسطينية في إظهار الصوت الفلسطيني نحن الشعب الفلسطيني شعب صاحب قضية وقضيتنا قضية حق يصالها إلى أي إنسان يسمع وجهة النظر الفلسطيني الصحيحة يتضامن مع الشعب الفلسطيني وهذا ما نقوم به نحن في المركز وجميع المؤسسات الموجودة معنا الحمد لله في أمريكا برضو العلاقات متواصلة مع جميع الولايات فإحنا مثلا شغلنا في نيوجيرزي نتعاون مع إخواننا في شيكاغو مع إخواننا في كاليفورنيا مع إخواننا في تاكساس في بعض النشاطات المشتركة وفي أشياء طبعا تخص الولاية فنعمل فيها في الولاية بنفسنا إذا سألتك سيد شكري عن اليوم الصورة الفلسطينية كيف تصل للولايات المتحدة الأمريكية كيف يتم التعاطي معها كيف تراقب ذلك خاصة يعني أنه معظم مسائل الإعلام هي يعني غير حيادية وإنما منحازة للجانب الإسرائيلي كيف تصل هذه الرسالة وهل يمكن تغيير هذا النمط من الصورة التي تصل بحسب الرواية الإسرائيلية شوف يا أختي على الساحة الأمريكية الإسرائيليين والمنظومة الصهيونية تعمل في أمريكا من أكثر من 100 سنة فنحن كفلسطينيين أو كناشطين فلسطين في أمريكا لسه جدال على الأرض الواقع عشان نغير الصورة من ناحية التواصل الاجتماعي أو المؤسسات الكبيرة اللي بتأثر على أرض الواقع في أخذ القرار الأمريكي بالنسبة لقضيتنا الفلسطينية لكن خلال آخر 5 سنوات أو 10 سنوات نقلنا صورة طيبة من خلال حكومتنا على أرض الواقع في فلسطين أو من خلال المؤسسات الفلسطينية في أمريكا أننا شعب مسالم شعب نطلب في حقوق إنسانية بسيطة مقارنة في كل الشعوب في الدول العالم فهذه الصورة تنتقل مبدئيا من أرض الواقع من الشارع أبنائنا جاليتنا الفلسطينية في أمريكا ممكن جالي عمرها 100 سنة أو 70 سنة فصاروا أبنائنا وأبناء أبنائنا في الجامعات والمؤسسات والحارات والصحاب أمريكان والصحاب غير أمريكان فنقلت هذه الصورة لكن في نفس الوقت أيضا السوشيال ميديا له دور ربما أكبر له دور كبير جدا من داخل فلسطين على الشعب في أمريكا طيب هذا الدور نعم دور تحكي على بس في نفس الموضوع أكيد يمكن كمان الحديث عن دور التواصل الاجتماعي ربما في نقل الصورة بشكل أسرع قبل ما أحكي عن دور التواصل الاجتماعي هو مع أنه اللي حكال الأخ شكري صحيح أنه إحنا يعني جاليتنا حديثة العهد في هذه الأمور لكن التأثير الموجود على الأرض يعني تأثير رهيب وما سبب هو عدالة القضية الفلسطينية وتحمس الشباب والصبايا الناشئين في أمريكا لهذه القضية ورفعها وإسمائها في جميع المحافل فحاليا فيه يعني فيه تحول كبير في الشارع الأمريكي التحول لم يصل بعد إلى صناع القرار لكن هذا هالي طبيعة الأحداث الشارع يتغير وبعدها تتغير الأفكار السياسيين وتوجهاتهم ففي عنا تغيرات كبيرة على الأرض وسبب هذه التغيرات هو الجيل الجديد اللي نشأ وتربى في أمريكا ومؤمن بعد عدالة القضية الفلسطينية ويعمل لها وكذلك التعامل المشترك بين جميع المؤسسات والتنسيق بينها ولو أنه تنسيق محدود لكن هناك تنسيق على أهداف معينة يتم تحقيقها ومثلا آخر نتيجة أو آخر نجاح كان هو موضوع الفيزا ويفر أو موضوع أنه يسمح للفلسطيني اللي معه الهوية أنه يقدر يسافر ويتحرك ببساطة موضيع مثلا محاولة منع دعم المؤسسات الموجودة على الساحة الأمريكية والتي تأخذ نقود من الأمريكان وتدعم المستوطنين الذين يعتدون على أهلنا في الوطن فمع قلة الموارد المالية ومع قلة الخبرة لكن النتيجة أضعاف أضعاف المتوقع بسبب عدالة القضية وإيمان الناس فيها نعم طيب يعني في جزئية أيضا العمل مع الجيل أن الشباب في الشارع الأمريكي كان المدارس أو حتى الجامعات هناك يعني حتى مناهج تم الحديث عنها بخصوص القضية الفلسطينية مؤخرا وربما يكون هذا شيء من البداية ولكن هل نعتبر أنه هذا سيترك تأثير على المدى الطويل كيف ترى الصورة؟ أنا في رأيي الشخصي بالنسبة لأي تغيير في منهج رؤية الشعب الأمريكي على القضية الفلسطينية مثل ما تفضل الأخها ذياب أنها تعاطف معنا كشعب بسيط جدا أو شعب أعزل بالأحرى طبعا أعزل ومسالم وله حقوق مضبوط وقضيتنا صارت قضية على مستوى العالم جميعا لنا أكثر من 75 سنة نعاني الآن بأمريكا عشان نحن عايشين بأمريكا يعني ممكن أركز أكثر على أبنائنا اللي أثروا على المستوى الفكري للشعب الأمريكي أنه كان الأمريكان في السبعينات والثمينات ما بعرفوا الفلسطينيين بأمريكا في التسعينات وسنة الألفين أقل شوية حاليا معظم أبنائنا غيروا الفكرة أنه على سبيل المثال يعني على مستوى بسيط على أنه الحمص يعني ممكن يكون فلسطيني مش فقط سوري أو إسرائيلي مثل ما الإسرائيليين طبعا يحتلوا تراثنا غير احتلوا أرضنا فهي الأمور البسيطة اللي أثرت يعني في الماضي كان صعب جدا تكون مثل ما تفضل أنه الفيزا ويفر الأمريكان أو الحكومة الأمريكية أو ذات الخارجي الأمريكية تضغط على الإسرائيليين عشان نأخذ شيء بسيط وهو إنساني أنه أنا كأمريكي ومعاي هوية فلسطينية أنزل على مطار تل أبيب فهي الأمور اللي غيرت على أرض الواقع الأمريكي اللي حتى بتسهل علينا إحنا كنشطاء فلسطيني في أمريكا أنه نحكي ونطلب في أمور أكبر من اللي طالبينا حتى ممكن تسهل على وزارة الخارجية الفلسطينية أو على منظمة التحرير بالتواصل والضغط وطلب أمور أكبر اللي انحل قضية الشعب الفلسطيني نعم نحن كنا نسمع دائما يقولوا أن الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية هي أكبر قضية عادلة ولكن عندها المحاميين مش عارفين يعرضوا القضية يعني أن المحامي يفشل في عرض القضية الحمد لله الأيام هاي عندنا ناس كثير حاملة القضية وتعرف كيف فهم القضية ومستوعب القضية كيف تروج روايتها بالضبط وتعرف كيف تروج الرواية فعندنا كثير من المؤسسات ومن ضمنهم عندنا مركز الجائلة الفلسطينية يعني بنبلش نعلم الأطفال من سن الخمس سنين عن القضية الفلسطينية التراث الفلسطيني الهوية الفلسطينية لحد سن الجامعة وما بعد الجامعة وبنتعاون مع الطلاب الجامعات مثلا عندنا في نيوجيرزي برضو في مركز الجالية نحن عندنا لجنة هي لجنة استشارية لجميع الأس جي بيز في المنطقة اللي هم ستودينس فو جاستيس ان بالسطين طلاب من أجل عدالة في فلسطين المركز الجالية يعمل كمستشار لهم في الأمور التتعلق بالقضية الفلسطينية نوفر لهم المتحدثين نوفر لهم بعض الخبرات كيف يعبروا عن القضية الفلسطينية ونوفر لهم كل الإمكانات التي تساعدهم في عملهم في الجامعات وكذلك الطلاب على مستوى الثانوية بيجون طلاب على المركز من مدارس ثانوية عشان يسمعوا عن القضية الفلسطينية وفي الفترة هاي شغالين على بناء متحف فلسطيني بجانب عمالة المركز يشرح القضية الفلسطينية للمواطن الأمريكي وشعب الأمريكي ما بدون هذا المتحف؟ المتحف يكون التصور النهائي مش موجود بعد بس التصور أن يكون مركز على موضوع النكبة لأن النكبة هي تشرح القضية الفلسطينية وبداية القضية الفلسطينية وبدون ما نفهم ماذا حدث في 1948 وما هو حق العودة وما هو مشكلة اللاجئين لن تستطيع أن تفهم القضية الفلسطينية فالتركيز في هذا المتحف سيكون على موضوع النكبة لكن لازمنا نتشاور مع أطراف أخرى لحط التصور النهائي للمتحف سيد شكري بحديثك كان لافت أن دور الجيل الجديد سيكون له تأثير أكبر على المجتمع الأمريكي وبالتالي في المستقبل ربما هذا الدور سيكون له تأثير على صناع القرار الأمريكيين إذا كان عمل متواصل من هذا النهج يضاف إلى ذلك ربما اليوم كما ذكرنا الانفتاح أكبر مع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي التي في كثير من الأحيان ما لاحظنا أنها تركت دور وخاصة في موضوع مثلا قضية الأسرة فيما يتعلق بالمسيرات التي خرجت يومها دعما للأسرة الذين استطاعوا انتزاع حريتهم جراء المعاناة وكان هذا تسليت نوعا ما الضوء على القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر كيف تلقيتم مثلا مثل هذه الأخبار التفاعل مع هذه القضية التأثير اللي ممكن يتركوا بالساحة الأمريكية هلأ احنا كفلسطينيين عايشين بأمريكا طبعا احنا متعاطفين متفضل أخي ذياب لأن احنا أبناء فلسطين لكن الصورة كيف نقلت على الشعب الأمريكي تختلف لأن على سبيل المثال الإسرائيليين أو المنظومة الصهيونية في أمريكا تعمل قدر الاستطاع لتشويه صورة الشعب الفلسطيني في فلسطين وحتى في أمريكا فللأسف الشديد ممكن الأسير الفلسطيني اللي هو أهم جزء من القضية الفلسطينية ما تنقل سلطة ومأساة في السجن الإسرائيلي على أمريكا لكن القصة اللي تتعاطف معها الرأي العام في أمريكا هي قصة الاستيطان على سبيل المثال الاستيطان والمستوطنين والعصابات المستوطنة اللي تتعدى على الشعب الفلسطيني في قراها وفي مخيماتها هذه نقلة الصورة كانت طيبة من طريق السوشال ميديا أن الناس تفاعلت بغض النظر أن الجيش الإسرائيلي مسلح كانت طبعا الإسرائيليين بيعملوا شغل أكوى مننا في أمريكا لتشويه الصورة أننا شعب أعزل عم بنقاوم في جيش كوي بس يما يشوفوا شعب فلسطيني أعزل مع شعب أخر قبل أنا قصدت هنا حديثك يصلت ضوء على الموضوع لكن ما أقصده أنه لم تعد الصورة حكرا على وسائل الإعلام التي تدعم إسرائيل وإنما اليوم التواصل الاجتماعي يفتح المجال للاطلاع أكثر على فحوى القضية الفلسطينية التواصل الاجتماعي وكيف أن الصورة تغيرت الصورة تغيرت في أمريكا لدرجة أن الحركة الصهيونية شعرة أنه هي في مأزق لأن الحقيقة الناس بلشت تسمع الرواية الحقيقية والناس لما تسمع الرواية الحقيقية تؤمن فيها فحاليا اللي بحاول يعملوا أنه يقننوا يسنوا قوانين تمنع الحديث في هذه الأمور ففي مشروع بحاولوا يمرروا اللي هو استخدام تعريف لللاسامية اسمه الآيرا International Holocaust Remembrance Alliance هذا التعريف بيعتبر انتقاد إسرائيل هو معادل السامية ومعادل السامية هي مشكلة في أمريكا هذا يقيد دوركم طبعا هذا يمكن يسكر مؤسسات ممكن يطلب طلاب من الجامعات فهم لأنهم عارفين أنه إذا في نقاش حر رح يخسروا النقاش بحاول يقيدوا النقاش خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في طلاب الجامعات وغيرهم والحمد لله كثير من شبابنا في مختلف الولايات تصدوا لمثل هذا القرار وأفشلوا عندنا في نيوجيرزي حاولوا مرتين والمرتين أفشلنا وآخر قبل حوالي ثلاث أسابيع حاولوا في المدينة اللي فيها المركز الجالية مدينة كليفتون حاولوا أنهم يمرروا هذا القرار وأفشلناه يعني بشكل فضيع لدرجة أنه المجلس البلدي يعني بالإجماع حتى اللي قدم القرار ساحبه وقال لهم هذا اللي لن يتعاملوا معه أبدا في مدينة كليفتون وكانت شعار جرائل الجرائد التي صدرت في ذلك الوقت ففي الشغل يعني إحنا الحمد لله لجاليتنا وشبابنا وصبايينا وبسبب السوشال ميديا وبسبب الإعلام اللي عتاح لنا أنه لم يعود الإعلام كما تفضلت حكر على وسائل الإعلام ولكن أصبح في متناول الجميع وأصبح لدينا وسائل كثيرة قليلة الثمن لإيصال الحق الفلسطيني وإيصال الصوت الفلسطيني والرواية الفلسطينية الحقيقية طيب في نفس الإطار هناك حملات كثيرة من ضمنها مطالبة نشطاء في الساحة الأمريكية الحكومة الأمريكية بإدراج مجموعة فتية التلال الاستيطانية المدعومة من الحكومة اليمينية المتطرفة ضمن المنظمات الإرهابية حسب تصنيف الأمريكي يعني كثير ما نتابع مثل هذه الأخبار بشكل عام من نشطاء ودعمين للقضية الفلسطينية ما صدر الذي يمكن أن يتركه مثل هذا الدعم هذا الصوت التأثير من متابعتكم طبعا أي مقاومة شعبية طبعا هم الإسرائيليين بيعتبرها مقاومة شعبية لهم يعني مقاومتنا الشعبية على أرض الواقع من سنين عملت هذه الحركة الصهينية على تفكيكها وضعفها من خلال وضعنا إحنا كإرهابيين مع أننا قضيتنا عادلة إحنا كفلسطينيين على أرض الواقع في أمريكا برضو يعني طرحت من مدة قليلة أنه هاي الجمعيات أو المؤسسات اللي تدعم الاستيطان في فلسطين والاستيطان مش فقط استيطان وبناء بيوت ومستعمرات بل هي دعم المستوطن نفسه بسلاح وأكل ودعم مادي ومعنوي أنه روح على الكرة وعلى المخيمات وخذ مسكن وخذ خيمة معينة ونحن ندعمك يعني عنا في دير دبوان في المنطقة اللي بين دير دبوان ومخماس في مستوطن واحد فقط شخص واحد مع خيمه مع طبعا كامراس غنم وهو يعني قوي جدا في مكا خلال مكالمة واحدة ممكن يكوني عشرين أو ثلاثين شخص يدعمه هلأ إحنا في أمريكا من المدقة بسيطة اللي بدأنا نحاول يعني نشتغل على هذه المؤسسات ونحاول نربط أنها مؤسسة غير ربحية في عمل إرهابي على أرض الواقع يعني نحن ندرك خطر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ونتابع يعني عن كثب اعتداء المستوطنين مثلا الاعتداءات اللي تمت على طرمصعية الاستشهاد الشاب أخير قبل أكم من يوم في قرية برقة الاعتداءات والإصابات في دير دبوان وفي مختلف القرى والمدن الفلسطينية فنحن نشعر أنه علينا واجب أن نعمل شيء ليقاف حركة الاستيطان واعتقد هذا يعني حركة فتية التلال أو فتية التلال الاستيطانية الاستيطانية هذا مشروع لازم ينشغل فيه هناك مطروح وبعض الشباب نزلوا بيان أو رسالة إلى الحكومة الأمريكية في هذا البيان في هذا الموضوع لكن المطلوب أكثر من هيك المطلوب أن ننقل من أكثر من مجرد إرسال بيان إلى عمل على أرض الواقع دراسة قانونية لكيف نستطيع قانونيا أن نوقف على الأقل الدعم المالي الذي يأتي لهذه المؤسسات من أمريكا وبعدها ممكن حتى محاكمتهم أو أنهم يحطوهم على قوائم الإرهاب لأنه بالفعل ما يمارسون ضد شعبنا هو إرهاب إرهاب المستوطنين وطبعا إرهاب الدولة الإسرائيلية ونحن يعني نعرف أنه تبادل أدوار وأن ما يقوم به المستوطن الذي يدخل على قرانا في النهار هو نفس الجندي الذي يعتدي علينا في الليل فهذا الموضوع مهم لنا وموضوع مهم جدا لمؤسساتنا وفي نقاشات كثيرة لإيجاد أحسن طريقة لتجفيف الدعم المالي لهم وكذلك وضعهم على قوائم الإرهاب لكن متى وكيف الأمور هتأخذ وقت إلى أي مدى ممكن وإيش الخطوات الأولية الممكن لبدء العمل على أساسها وخاصة إذا تحدثنا عن الناحية القانونية التي ذكرت يعني الناحية القانونية الأولى وكما في أحد الشباب في حكومة نيويورك قدم قرار يطالب بإيقاف الدعم المالي لهذه المنسلسات لأن هذه المنسلسات تستغل قانون أمريكي يعفي الداعمين لها من الضرائب فهو بناء على الأشياء التي يقومون بها لهم لا يسابقونهم أنهم يقومون بإرهاب للشعب الفلسطين هم يسابقونهم أنهم وناس يقومون بمرعاء وناس يحافظون على الطبيعة فأولا استعريت وكشف حقيقة ما يقومون به وبعد ذلك النظر في المداخل القانونية لتجفيف الدعم المالي لهم وبعدها ممكن تأدي إلى الطلب في أنهم يضافوا إلى قوائم الإرهاب لكن الأمور هاي بتأخذ وقت يعني لماذا نضلل الجمهور أن الأمور هاي رح تصير بكرة أو بعدها بس هناك حديث جدي في الساحة الأمريكية وبين جميع النشاطات في الساحة الأمريكية أن هذه أحد القضايا من أهم القضايا التي ممكن أن نشتغل عليها في الساحة الأمريكية كدعم لشعبنا الفلسطين وضع أهم شيء يعني بعتذر أنه فقط ممكن نكون العمل عشوائي أنه هاي جمعيات إسرائيلية صهيونية تدعم ممكن هدفها حسب جمعياتها بأمريكا أو حسب قانونها الداخلي أنها تدعم الإسرائيليين لكن مهم جدا أنك تربط أن هذا الجمعية دعمت شخص معين قام بعمل إرهابي ضد الشعب الفلسطيني فهم بلعبوا كويس بالكلام وبالقانون أنه ما في عنا علاقات بين هذا العمل الإرهابي وهذا العمل الخيري يعني إحنا حاليا في عندنا مؤسسات قانونية فلسطينية مثلا عندنا مؤسسة مركزها في شيكاغو اسمها بايلستاين ليغون برئيستها بنت رشيد الخالدي ديمة الخالدي هي محامية عندهم طاقب محاميين متفرغين حوالي 7-8 محاميين هذا أحد المواضيع الذي هم ينظرون إليه وممكن أن يكون لهم تستضيفوها وتسمعوا منهم لأنهم ما شاء الله يعني بيعملوا شغل رهيب على الساحة الأمريكية في الدفاع عن حقوق الفلسطين من ناحية قانونية أي فلسطينية تعرض للمضايقة أو أي إنسان تعرض للمضايقة بسبب عمله القضية الفلسطينية يدافعه عنه وأكيد هذا أحد المواضيع الذي يجب أن يتم دراسته بالتنصيق معهم مع مؤسسات أخرى يعني إذا طيب ما تحدثنا عن المؤسسات التي تدعم القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة هل عملها يعتبر يعني عمل حر أم أن هناك قيود على عمل هذه المؤسسات مضايقات تتعرض لها يحدد من قدرتها على الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين ربما في المحافل أخت الكلمة أي عمل داخل الساحة الأمريكية إن كان خيري أو سياسي أو اجتماعي أو تراثي لا عربي أو فلسطيني أو مسلم بالأخص القضية الفلسطينية سيكون على الصعابة شوي وعليه ضغوط معينة هي كانت ضغوط على السوشل ميديا ممكن تكون بشكل عام لكن من وراء الكواليس في ضغوط على المؤسسات وعلى الأشخاص وعلى المدراء يعني من سنين ماضية لكن يعني على أرض الواقع حسب المؤسسة وحسب عملها وحسب قدش بتقدم بالنسبة للقضية الفلسطينية يعني ما بدي أربط عمل الجالية في عمل مكتب منظمة التحرير اللي أغلق قبل 4-5 سنوات لكن مكتب منظمة قبل 5 سنوات هو أغلق لأنه كان يعمل عمل جداً قوي على أرض الساحة الفلسطينية الساحة الفلسطينية على الساحة الأمريكية على الساحة الأمريكية كان عملنا عشوائي وبعيد وجغرافياً لكن السفارة الفلسطينية في ذاك الوقت أو مكتب منظمة التحرير وحدت العمل وحدت الرسالة ففي الآخر هم عرفوا أنه في نتيجة فسكروا هلأ صار عملنا عشوائي لكن في بعض الجمعيات والمؤسسات ورؤساءها طبعا كانت عليهم ضغط جداً قوي نعم احنا شغلنا في أمريكا كيف الحماية لأن الشغل بالفعل زيما قال شكراً أي إنسان يعمل القضية الفلسطينية متعرض لبعض يعني يكون تحت المجهر على الأقل بس أحد الغطاء اللي بناخذه اللي هو التعاون والتشبيك مع المؤسسات الأمريكية يعني مثلاً بصير قضية معينة بتلاقي أكثر من عشر مؤسسات أمريكية تقوم تدافع عنك كفلسطينة أو كمؤسسة فلسطينية وتوقف معك لأنهم أنت شغال معهم وباني علاقات معهم وبيعرفوك وبتعرفهم وبيعرفوا أن التهم مثلاً لو بديتهموك أنك لا سامي تيجي مؤسسات إسرائيلية مثلاً جوش فويس فور بيس وبيجي بيقول لا الكلام هذا حكي فاضي الجماعات horn مش لاساس من ساميين والقرار هذا الانتو بتكتيروا تمرره مش صحيح فوجود مؤسسات مؤسسات يهودية أمريكية متعاطفة مع القضية الفلسطينية وجود مؤسسات أمريكية أمريكية متعاطفة مع القضية الفلسطينية وتشبيكهم مع المؤسسات الفلسطينية بيعطي نوع من الحماية الليгу في عملنا على الساحة الأمريكية طب إضافة يعني لمحاولات تغيير الرأي العام الأمريكي إذا ما نظرنا اتباعا اليوم لقرب الانتخابات في الولايات المتحدة أيضا ويعني المتوقع من هذه الانتخابات ونحن نعلم أنه كيف تؤثر هذه الانتخابات على قضيتنا الفلسطينية نبدأ معك أستاذ شكري كيف تتابع هذا الموضوع والإمكانيات أصلا لعمل الجالية في هذا الإطار بالنسبة للانتخابات الأمريكية على المستوى الرئاسي إن كان جو بايدن الديمقراطيين أو الجمهوريين يعني عملنا كفلسطينيين نحضر على الولاية التي عايش فيها وهي الولاية الديمقراطية وهي جمهورية هلأ ممكن بعض الولايات تختلف أو تكون 50% أو 50% الضغط عليها أو العمل فيها يكون مهم جدا مثلا برجينيا أو فلوريدا أو بنسلفينيا هلأ بكاليفورنيا عسل مثال أنا عايش بكاليفورنيا المشكلة أنه يعني الفلسطيني بأمريكا مهم جدا القضية الفلسطينية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لكن معظم أبنائنا في أمريكا ممكن يصوتوا يكون صوتهم لشخص جمهوري دعموا للقضية الفلسطينية مش كوي لكن لأسباب داخل أمريكا اللي مهمة برضو يعني كإحنا أشخاص عايشين في أمريكا الجمهوريين ممكن أكثر أو قريبين علينا كفلسطينيين أو كعرب أو كمسلمين أخلاقيا على سبيل ثالثة واجتماعيا بعكس الديمقراطيين الديمقراطيين أقرب على القضية الفلسطينية وممكن يقدموا شيء معين مع أنه في رأيي الخاص اثنين أضعفوا القضية الفلسطينية وما قدموا الشيء للقضية الفلسطينية ففي الآخر إذا دموقراطي أو جمهوري ما بحب أكون سلبي بس ما رح يفيدوا القضية الفلسطينية أنا بقول بالنسبة لأن الحكومة الأمريكية في آخر الانتخابات كان أول مرة بيجتمعوا مع الفلسطينيين الجال الفلسطينية كجالية فلسطينية يعني دائما كانوا يجتمعوا معنا مثلا من ضمن المسلمين أو العرب أول مرة بيجتمعوا مع الفلسطين كفلسطينيين لأنهم بيعرفوا أنه الفلسطين أول شيء منظم جاليتنا الحمد لله وضعها كويس بيشاركوا بالانتخابات بشكل قوي وبإضافة لهذا أن القضية الفلسطينية بالنسبة لهم لما بيحكوا فيها مش بس منظروا للفلسطينة منظروا للعربي منظروا للمسلم وبنظروا للحركة التقدمية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية أصبحت يعني عالية أو إرطاء الفلسطينيين بشكل عام أصبح عالي في سلم أولويات السياسة وعشان هيك صاروا يهتموا فينا أكثر وصاروا يهتموا بموضوع القضية الفلسطينية أكثر وصاروا يتجروا يحكوا في أشياء ما كانوش يحكوا فيها أول نحن بالنسبة لنا مثلا كمركز الجارة الفلسطينية نشتغل دائما جزء من عملنا هو تسجيل الناخب وتثقيفه للمشاركة بالانتخابات الانتخابات على مستوى الرئاسة طبعا وجاليتنا عادة بشاركوا على مستوى الرئاسة برضو عندنا الانتخابات مهمة جدا الانتخابات المحلية لأن كل واحد كونجرس حاليا كان في يوم الأيام عضو مجلس بلدي أو عضو مجلس تعليمي فبلش من مكان معين وكبر فيه ووصل للموقع اللي وصله نحن عندنا تركيز كبير جدا على الـ Local Politics اللي هي الانتخابات المجالس البلدية الانتخابات المجالس التعليمية بالإضافة طبعا للعمل مع جميع الشركان من العرب والفلسطين في جميع الولايات على مستوى الانتخابات الرئاسية ففي جهود طبعا دائما نحن متأمل تكون أحسن متأمل تكون النتائج أحسن بس فيه شغل كثير وأصبح يعني يحترم الصوت الفلسطيني بسبب تنظيم الفلسطينيين أنفسهم وبسبب دعم الجاليات الأخرى العربية والإسلامية والتقدمية الأمريكية للقضية الفلسطينية طيب أعود معك لموضوع الرواية الفلسطينية اليوم والعمل على إيصال هذه الرواية في الساحة الأمريكية وخاصة مع من نشهده اليوم من جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعني كيف يمارس القتل والأسر وحرق الأراضي والاستيطان وكل الجرائم والتهويد في الأقصى وغير ذلك وبالمقابل يعني الرسالة الفلسطينية هي التحرر المقاومة الشعبية لحماية الأرض كيف يمكن أن تصل مثل هذه الرواية اليوم لأساحة الأمريكية أن يرى الصورة الحقيقية يعني من يمارس القتل بحق هذا الشعب الأعزل إلى أي مدى يعني قطع نشوت مثلا أنا أعتقد أن الرواية الفلسطينية بلشت تدخل في العقل الأمريكي عقل المواطن الأمريكي مثلا أغلب آخر استطلاعات رأيه تمت في الولايات المتحدة أغلبين 60% من الحزب الديمقراطي كأعضاء حزب متعاطفين مع القضية الفلسطينية وفهمين القضية أو هذا يعني انقلاب كبير لأن الحزب الديمقراطي كان نسبة عالية جدا مؤيد لإسرائيل فالناس بلشت خصوصا بسبب وجود وقوة التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي فالرواية الفلسطينية الحقيقية بلشت تصل إلى المواطن الأمريكي ولمواطن الأمريكي بلش يستوعبها نحن دورنا برضو إحنا بنقول إن برضو ولادتنا هم مواطنين أمريكان إننا ما شاء الله أربعمائة ألف فلسطينيين في أمريكا وإلا شو الله عددنا عداد رهيبة هذول كلهم يعني مش متعاطفين هذول أصحاب قضية وهم أمريكان هم تفراء يعني دائما بالضبط هم أمريكان فهذول الطالب في جامعته الطبيب في عمله المحامي صاحب المتجر المؤسسات الجميع شغال نحن في عنا في أمريكا ما شاء الله يعني الشبكة رهيبة جدا بتشتغل القضية الفلسطينية وكلها معظمها يعني من دعم المواطنين ومن إيمان الناس بعدالة القضية الفلسطينية وإيمانهم بالحق الفلسطيني ويعني سعيهم لأنهم يقوموا بأي دور معين لإظهار الصوت الفلسطيني شوفي يعني حكيتك شوين تعني السوشال ميديا السوشال ميديا هي اللي ساعدت أبناء شعبنا في أمريكا على نقل الصورة الطيبة للفلسطينيين وتغيير الرأي العام في أمريكا لكن يعني ممكن الترجاية في التسعينات أو قبل عشرين سنة وثلاثين سنة كان الرأي العام أو على السي أن أن على سبيل المثال أو على الأخبار بشكل عام في كلمات ما كانوا يستخدموها اللي تدعم الشعب الفلسطيني أو تدعم القضية الفلسطينية على الفصل العنصري صاد يستخدم كلمة الفصل العنصري بيننا وبين الإسرائيليين يعني كلمات جديدة بتساعد لكن نحن دائما بدنا أكثر يعني بدنا نحكي عن حق العودة نحكي عن حقوق الدولة بكل حقوق الشعب الفلسطيني بدنا مش فقط يعني أحيانا يعني ما بدنا نضيع على سبيل المثال شيء إيجابي بسيط ونحكي أنه هذا ما بكفي لكن ممكن نبني عليه حتى أنه يعني العالم اعترف بمفهوم النكبة بمصطلح النكبة يعني ودليل على الاحتفاء بها بالأمم المتحدة اليوم في كل عام وهذه كانت أيضا مناسبة وتراكم مهم نعم أود أن أشكركم جزيلا سيد شكريتها نحن ممكن بس أحكي مداخلة آخيرة سريعا سريعا أنه نطلب وإحنا من شعبنا ومن قيادتنا ومن فصائلنا ومن جميع الشعب الفلسطيني الوحدة لأن الوحدة هي أكبر سلاح ممكن تعطينا إحنا زخم في أمريكا أو في العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية فرقتنا هي مشكلة كبيرة وهي عقبة في طريق أي عمل القضية الفلسطينية فنشدد عن موضوع الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني يعني هذا كمان سيد الرئيس دعا إليه وكانت آخر لقاءات مع أمناء الفصائل المختلفة أود أن أشكركم سيد شكري طه عضو مجلس وطني عن أمريكا ورئيس سابق لجمعية دير ديبوان الخيرية سيد دياب أمين مصطفى أحد مؤسسي ورئيس مجلس أمناء مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية في ولاية نيوجيرسي شكرا جزيلا لكم على كل ما أضفتم في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا كل الشكر على طيب المتابعة إلى اللقاء المترجم للقناة المترجم للقناة